أعلنت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أنها اتفقت على تصنيف 59 فردا و 12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها التي يستتم تحديثها تباعا والإعلان عنها وشدد بيان الدول الأربعة أن القرار جاء في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف والعمل المشترك للقضاء عليه إذ أن السلطات في الدوحة مستمرة في انتهاك الالتزامات والاتفاقات المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول وأن السلطات في الدوحة تجاهلت الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي عام 2014 وهذا ما عرض الأمن الوطني للدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها وأكدت الدول الأربع أن القائمة المدرجة مرتبطة بقطر وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى وأجددت الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدة أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات الإرهابية وأنها ستدعم كافة السبل في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي وأنها ستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أيا كان مصدره كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة التي لا ينبغي السكوت عن أي دولة عن أنشطتها وأكدت السعودية والإمارات والبحرين ومصر شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف